عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق إلى البلاد اليوم وذلك عقب اختتام مشاركته في منتدر اقتصاد العربي السادي السي والعشرين والذي عقد في بيروت تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وذكرت شبكة الدستور الإخبارية في بيان صحفي أنه كان في استقبال الغانم على أرض المطار كل من أمين سر مجلس الأمة الدكتور عود الأرويعي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عاد الإخرافي وأمين عام مجلس الأمة بالإنابة خارد بصليب والأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خارد لوغيت وكان الغانم الذي تم دعوته لمنتدر اقتصاد العربي كضيف شرف ألقى كلمة أمام المنتدى حول تحديات الاقتصاد العربي وأفاق الإصلاح في هذا المجال كما عقد على هامش مشاركته في المنتدى سلسلة اجتماعات مع كل من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ويذكر أن المنتدى استضاف في دوراته السابقة رؤساء حكومات في دول المنطقة وعدد من دول العالم إلا أنه اغتار في دوراته الأخيرة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليكون أولى رئيس مجلس تشريعية حل ضيف شرف على المنتدى وأضم الوفد البرلماني المرافق للغانم النائبين محمد الدلال وخالد الشطي